في البداية كيف ترون فخامتكم بيئة الأعمال في جورجيا وما هو تقييمكم لهذه البيئة وكذلك ما هي رسالتكم للمستثمرين الأجانب والتي ستساعدهم على اتخاذ القرار للاستثمار في جورجيا أولا أود أن أقول إنه على الرقم من الجائهة التي أصابت جورجيا بشدة لأنها بلد سياحي لقد عانت بشكل خاص في العام الماضي وبداية هذا العام ولكن على الرقم من ذلك منذ بضعة أشهر لدينا تعافي اقتصادي سريع وسننهي هذا العام بنسبة نمو جيدة تسل إلى 12% مقارنة بالعام الماضي ولحسن الحد إنه رقم جيد ترجمة نانسي قنقر